موسيقى موسيقى كي تخذ روحك في المريكة تقول روحك تقول السلام عليكم ربي خلقني هكاكا الحمد لله أنا راضي بالشي اللي عام له ربي وكهو ما فهم إذا فات عمله وما أنت في الدنيا بخلاف الموهبة بخلاف الخلق الفيزيولوجي الرباني تقول شكرا لله صورني فأحسن خلقني نعم فأحسن ايه مالش نوع مال تحمد ربي قداش عمرك دي لا ما نقولش عمري حاجة تخصنا كي من العمارة انت ما تحبش تقول عمرها نفهمها من العمارة تقولوا كلم رأة ما نقولش عمري ايه انا نحبها من العمارة قداش عمرك مخدين قد من العمارة خليكاور خليكاور جمهور سوسا نحبهم برشا ايه اما اخسن عندهم مسؤول حجمني من المهرجين ايه على خاطر مرته قلت له نحب نتفرج فيه ايه 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 صار تديك ايه مره مسؤولين صارت بالحق هذي انا نحيي جمهور سوسا نحبهم برشا سويسا والا بجد وفيهم معانت اقل اراجال وحراير وحاجة والا ومستوى فكري كبير برشا ولكن صارت الحكاية بووو مرته فان بيك ورجلها غار غار ايه 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 بش نخطبها يصعب تصديقها لحكاية هذه حسب بيا الزردي بيا الزردي تقول مقدد ذامر وما نتصوروش يحكي بجده أكيد يفدلك ملا لو كان جاي راغب علامة الشي يعملولو إذا مقدد سهلي ما يخليش مرتو يسكروا لحدود جملة ما ش تحب نقولك إذا فما ناس ريفي ناس نتاحهم راغب علامة فهالكونة ذاي الكل وامور أخرى وابريتو أعطيك حاجة وذاي يعرفوها نساء تونس الكل ونساء في العالم الكل زينة الراجل لسانو يا وليدي ما هو الشكلو إلا ما رأى أشبابة الراجل يزم يكون راجل لساء عقبال كل شي بيا تقولك لو كان جاي راغب علامة ملا إشي عملولو في نوع أنا كتوب إليك تعمل فيه زع ما زاما أنت تحبت ولي بوب ستار يا ولدي هاوكا راغب علامة جيتك خاطب راغب علامة بنتك صغير برا نروح تحب زع ما زاما أنت تشبه بلي بوب ستار تقولك بيا أنا نتشبه بلي بوب ستار معناتها أنت بوغو سيسر والراجل ما خليش مرته غاية وتخترع في حكاياتي لو كان تعرف الناس والجمهور اللي جيني اللي هو مضروب في شخصي المتواضع ما عندكش فكرة نسيش كون ورجال منين وشنية المستوى قالت لو مش فايدة في الشكل وفايدة شنو شكونك انتي شعندك شنو اللي فيك شفيك ها اللي فيه عادة يعرفوه الناس شتخرج شنية مستوىك ما لا درجة الحرارة ثمانية وثلاثين طلعت معناها باي جانجون جانجون اي تحب موزيكتو ولا لي جانجون مستايل موسيقتو كيفاش شو مستويك موسيقتو ولا لي كموسيقي شوف ايجا قولك حاجة مو هذك الشي اللي مفهمتوهش كل فنان شنو اللي أحب شنو اللي أختار انا كي نسمح حلم تعم كلثوم ما ده بيه ما عاش نسمح حد شي نرقب ينموتوا بعد حلم موت عد روحك ما عادش عم نوزيكا لا انا 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 حب الجواذك عندي ناس كي نسمحها ما كي نسمح اي طيور تعم كلثوم ما ده بيه نخرج بالبلاد نتير هي مساحة تتساع اسمهين تتساع مكلثوم نعم تتساع تتساع بسعتوها وشرقتوها وفتقتوها تتساع مظلمتوش لما قلت جنجون تحسه موريطاني غني بالتونسي نعم قلتها بالدمارها ودير هو جاوب عليها جنجون اي انتي مظلمتوش احب الحقيقة انا بك اتعدى معاك ولا بجد اكتشفت التربية متاعه وطريقته في الاجبه وكذا ولا بجد حلو وهذا يخليك تعدل من تصريحاتك شوية لانك الكلام اللي غيرتها عنصري قل اطلب الاعتذار من جنجون اطلب الاعتذار من جنجون سيدي نعم ايش تحب معنى قسم والله اعتذار به كبرك اطلب الاعتذار من جنجون خاصة انه كلمك كانت فيه نوع من العنصرية واطلب منك انت الاعتذار لكي تعتذي رأي لجنجون في مكان شفت حتى الاعتذار تحب ترذيه معنى اطلب الاعتذار من جنجون لا مقدار انتي غلط في حق فنين زمين لك شوف راو اللي ما يغلطش مهوش انسان واضح وطال الانسان ناقص ويتوقو الى الكمال ورأيك ما كانش رأي فني بل كان رأي عنصري لا لا حسين وعنصري او بش عملي قضيته بتولي عنصري ودرجنا وقالو وحنا ماش ناقسين هالو تصريحاتك معنى اجدخل كبار يا برك بما حتى وانصوري درجة الحرارة تسعة وثلاثين هاتلة تلوم علي ما يحفظش النشيد الوطني انا ملومش علي خطر النشيد الوطني حقهم يحفظوه لصغارنا من السنة الاولى كتاب القراءة الصفحة الاولى النشيد الوطني يعلموه الانساني ما هوش حافظ النشيد الوطني انا باوه حقهم يعفظوه سيتوه فما جوه ريت كبار فما نجوم ما يعفظوش نشيد الوطني شوه مشكلة منصف المزغني اي لومت علي اي لومك من باب شنوه مزغني صاحبي وشاعر كبير ورجل حلو برشا علش متجاوبش عصير اللوم عليه مش بيه اللوم عليه نغلط فيه نتراجع فيه نستدعيه لومك من بابي ماذا من باب المدعب وعليش ادعب فيه علش مندعبش شوه مشكلة معتا تعايش منحسك تفركسلي فيها يا اخوي يا راك غيري برا والله هي العظيم اينا لومت علي معنى اللوم خفيف شوه مشكلة المزغني تقول لما غلط في بيت لاب القسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة قلت عملها بالعاني لأنه متعقد وعنده عقدة من قبل قسم الشابي ومعقص زدم صغير وليدي احمد لأنه يعتبر روحه هو اللذي ينتقل حلزونا وشو نجوم ليه كيفاش هذا كلام هذا كلام كنتي فرف ماك بلوس ماش معقدة تيجي نعرف مش معقد معنى يا باون تقولهم بعض تقول ليه تتقولهم بعض تعمل تصريح تحبوا تجرموهم معقد معنى سايق كل يوم هو يحكى كيما يقبس تيجي هذا كلام مصف مسغني عنده دووين وعنده وشعر وعنده علش تقول عليه عنده عقدة من قسم الشابي خي نجم يكون عنده عقدة شنية مشكلة ومصغير وليدي احمد صغير وليدي احمد شاعر كبير وصاحبه أكثر من ين البارح تقول كلامي اليوم تقول كلام عكسه غدوة نقول كلام عكسه ما قلت لك إنا نتبدل ليه تبيه بنفسي يلزم لي تبيه بنفسي جيب لي اعتذر منه لي أنك اختزلته اعتذروا من الشاعر الكبير المنصف المزغني اعتذروا من المنشط الكبير لهادي زعية لي لي انا مكش مدينة اعتذروا من الفرقة بقيادة لي لي مش الحب اعتذروا من الجمهور مقدين مقدين اعتذر من تونس مقدين اعتذر من الجزائر من موريتانيا تعتذر اعتذر من موريتانيا اعتذر من المغرب العربي انت غلط مقدينة اعتذر انت غلط والاعتذار يكبر الفنان اعتذر من غير متميحها تحبون اعتذر اعتذر من اسكل حتى يميع الاعتذر حتى كنا اعتذروا وريني فصان اعتذروا بها اعتذروا بها اعتذروا طريقة صادقة اعتذر من الشعر مصف مصفين درجة الحرارة 40 بقي طالع تطعونيش 50 زادة الفنانة نرمين اسفر اعلنت اعتزالها اي نعم في فترة من الفترات قبل ان تتراجع على الاعتزال هذا اي تراجعت مقدين اصبح مهتما بشأن نرمين اسفر ايه مش مهتما بشأنها فكتب تدوينة فاخذها من وقته ليه ما عندي ما نعمل وكتبت تدوينة اعكيد ان وقتها ما عندي ما يعمل سوات وكتب خسارة كبيرة للفن والفنانين اخبر هبط عليك الساقة هبط عليك الساقة ماساب تتراجع على خيارك ماساب تتراجع راني بالغصة في حلقه ارجع وخذ جماهير اخذ بخاطر جماهير يا نرمين اسفر يا نرمين اسفر اصدقش منك اول الكلام يتحمس وليتك من لحظة إحباط عاشها فنان ففكر في الانسحاب من الوسط الفني تعجبني كنتك تكلم بالعربية يا خل لماذا تستاذا؟ ولدي والله يلي؟ والله يدي كنيتي بعكسي زي ما ترجع وابريتو معنات الطبيعة لا تتحمل الفراغ تحب تتعبّل الطبيعة بالنوار وبالدنيا ما أقنعتنيش ما أقنعتكش أعتذر ومن نرمين اسفر هكذا نحصها بشي نعديوها؟ هكذا تقول لي أعتذر كل حاجة نقول عليها تقول لي أعتذر وكش فيك جدت مسخر لا إذا قدتك هي بيتها ما تقولش أنا أم كالثوم هي تقول أنا فنانة ترفيهية واشتيح ودنيا وباليه يقتلوا الدنيا وكوريغرافية يا أخي طواهاك هذي كلام عيب عليك سميتك مقدد الشهيلي الشهيلي معتها أنا يجي منه نسميها النرمين السفر ميجيش عنيش تقول لي شهيلي بايم يسير شغل شهيلي طيب الغلى لغيره ميكاو الشهيلي مان شنو مكبش فيها وفي اسمها بيش تعمل البوز وتحير اسمك آه أنا مكبش فيها بيش نعمل البوز ونحير اسمي شو نحير يخلوكم اسمي هو نحير فيه درجة الحرارة واحد واربعين توسخ انت خطر هاي المحفل هاي هل وقع الاقتراح عليك بش تغني في المحفل وي؟ عليش رفضت بش تغني في المحفل لا مرفضتش ولكن أنا مشيت بدعوة من صديقي الأستاذ الفنان الكبير الفاضل الجزير لكن احذرت في البروفا ما عجبنيش الجاو فمعنى انسى لخت بطريقة حذرية لا بطريقة غير حذرية ما عاش تهز عليهم التاليفون لا مقدش تلبوني طلبوك من أجل برايف لا 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 بعد خرج نرمال و قطلوا اعتذر سي الفاضل لا يمكن أن أكون موجود في المشروع لا ووقت كان في بروفا حكيت مع ناس مساعدة وقلت لهم وعبرت لهم علش ما حكيتش معاه مباشرة كان في بروفا هو ما اتكلموا فتري في الليل من غدوة اي 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 اعتذرت عدنا قعدونا اعتذروا سبعين مرة لا لا تقولوا سامحني لا يوصلوا له ما يوصلوا له اعتذر من الأستاذ الفاضل الجزيري انتو بارانتاز فاضل الجزيري بش نبديو واضحين وتحب نوضح لك موقفي والمحفل فاضل فاضل الجزيري سيتان تري تري غرون سينوغراف جو دي بيان سينوغراف نقولوا فاضل الجزيري هو ما أدراك اي نعم وما أدراك وعمل حاجات كبيرة بارسور بعمل حضرة بعمل حضرة وكانك سينوغراف تحجمه ولا تحطه في زاوية كان فرجة تولي من غير روح لا بالعكس تصويرها كانت تصويرها حتى فنين عربي تواء موجود على اليابسة على الكرة الأرضية ينجم يعمل لك إيماج دي سبكتاكل كما فاضل الجزيري مستحيل ايه؟ لكن لكن أراه هو سبعة جباب على عبدالله وزوز سنيجق وزوز مباخر وبخور وعجمي ولوبان ليبيا فهمتني؟ والجوة دي روما يعمل لك شي عرض فني معناها فهمت؟ حظ بقول نجم يكون واحد بركس يرسال والدنيا فتقها في كاركة فهمة موسيقى شنية الموسيقى اللي فهمة؟ توراث تونسي، أغاني شوف في جقلك حاشة فهمة محفل كلمة اللحظة لا هذه توا مناسبة وانتي استدعيتني نحب نوضحوها على الحكاية هذه فكوا عليكم ما هالعكاز اللي نهاركام اللي توا متكين عليه توراث حنين فهمتني؟ العودة إلى الماذي ذكريات الفن لقاء علي ريحي وعليه خليه والموت مرتعين سيبوا الناس والأغرب من هكا ياخذوا تراث ويفزدوه في العالم خالي بم 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 بدلني با اه اه شوف علم رد بالك هذه هي خالدي ازمن اقراوها ياولي خالي بدل بنا بتاعها كاك علش تمس فيها كواترو ذهب علش تمس رؤية موسيقية لا شيء مقدس في الفن رؤية لا شيء مقدس في الفن رد بالك انا نسمعك ما تمسش خدمة غيرك انا نسمعك مايوي بألف طريقة طريقة امورهم مايوي بألف طريقة طريقة حتى كنت توقع طريق اما الشيذية والاخوية طوا هو لم سيطر على المارجانات وكذا ومئات الملايين تدفعوا من المال العام والفنانين اللي عندهم انتاج جديد وعندهم الحانة جديدة وعندهم مرويات جديدة وعندهم هذوكم لا يبنكوا طالبت انهم يكشفوا على الفلوس اللي يخداهم من فاضل الجزيرة قالها دايا قالت كلفت 850 منهم 600 فعتهم مانا 250 وزارة كما تعرف الفاذ حسدته على ذلك علان حسد فيه رب يزيده يخيف هذا اللي نقص فلوس حتى انت سدى وقت اللي تعمل عرض في كرتاش تاخذ برشة فلوس كما غيري مقدد تعطينا غروضات مقدد سهيلي غروضات يعطيك الصحة مقدد تعيش ذكر انه مقدد سهيلي يستأنف عروض حسين في بيكين نعم نعتبرها انها مقددش حقها مقدد لما منلقهاش موجودة في المهرجانات الدولية الكبرى كما مثلا كرتاش كما بن زرت كما مسرح سفيقص والله انا راني هذه ما عنديش عقدة ولا مشكلة معها الدولية الكبرى وشبههم الصغرى شبههم ماي ما بيهم حد شاي ما همش عبيد ما عيشوش ما يزمهمش ثقافة ما يزمكش تقرب لهم بالعكس والله امني انا نحب المهرجانات الصغرى اكثر من الكبرى والجهوية اكثر من الدولي اما الكبرى لما تكون موجود في مهرجان كما مهرجان قرطاش بشيجوك الناس الكل بشيجوك من سفيقص وي امالي حسين طوى مش طوى وقتها في كرتاش موزيدة فهمها تعملها تحسب حسابتك فهمني روية ما زالت فرشك معناها ما ما زال ما زال ما زال ما زال اثنية طويلة قدامنا انتي تقول اثنية طويلة غيرك بمسرحية عمرها عام يطلع على كرتاش اموره عليش تحبوا تشبوا لبعاثكم بالتوينسة واحد يلبس مري ولا بيض اثناء الاربع اثناء الخميس تولس كل بيضة بالمروية عليها استراتيجية خدمة استراتيجية خدمة انا عندي استراتيجية عندي تاريخ وحلم لكل لا انا مش حلم بالنسبة لينا كرتاش لا حلم لامنا ما لا قائلة حد شيء كرتاش بالنسبة لي انا ماراجين كما ماراجينة الكبرى كل تدخل في التاريخ يودي ندخل في التاريخ ندخل في الجغرافية طويلة ولاية صغيرة معتا نكركر في سبعة وعبعين سنينة فن موزيكا وتياتر وراية ما تتوج بمسارح بلادك الكبرى شنية اللي نتوج يودي يزينا ما التكريمات والحكاية تذية لما يجيك وبرابي بأنتو برابي نحيونا هادو بالفايات تعطيه فيها وذوما في خير الماراجين وانو كرم وادرسنوها وككتب هذيك بالفوتر معاوجة فك علينا فك علينا فك عليكم ما تقدوش حاجة ما تعملوهاش سايب عليك تفضل اي 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 طو انتي مش تضاف لك حاجة في ما يصيرتك لما يقولو لك حسين في بيكين عرضت في الدورة الفلانية في مهرجان قرتاج الدولي يا بابا انا فتحت مهرجان قرتاج عمري عشرين سنين باكبر مسرحية خدمة في تونس تخليلها اكبر عدد بتاع جمهور اللي هي اولاد بابالا ومعايا الفنان القدير لمين النادي منجي العوني كمال تويتي المرحوم طفيق البحري محتى إشراف المخرج؟ لمن نهدي بسير فهو عرض لمن نهدي وليس عرض عرض فرقة المغرب العربي للتمثيل ها هو فرقة المغرب العربي مش مقدد السهيلي ما فماش عرض مقدد السهيلي يا ولدي قداش تحبه الفيديتاريا دي ما تحب جوار يتريب الوحده ويلعب واحده ما لعلش الفريق فيه احداش على مش واحد منه قول منه ماركي ثلانتيات بعد يقعد على الواحد انت في كوراهل ليه مش كوراهل انت عامل مسرحية فرضية يا هادي يزمك تفهم اللي العمل الفني عنده تقوسه عنده اموره يا سيدي نجاوبك بالفلاقي ما ظهر ليش طوى في قوفي هكا ما عنديش في عرفي انا مش نعمل عرض في كرتاج ويلعب مش هو مشكل طوى يجي وقتو طوى نعرض كرتاج بعيد علينا يربطوها بحبل مش تولي في كرامة ما في كرتاج مش تقدر روح هاو غير لك ظهر له خليه ظهر له ومزن نافح كلينة لقدتو ويتل كل ملح وحلو الدنيا لبسنا عمي توقعت نخدم كيفي هكا ننقش في نقشات ويجيني جمهور هكا ابنين كيما الجمهور الرفيه اليوم هكا مرتب ومحليه ومقلم ومنذب ما لا لذي شي خبير رشكت حاجات في العروض القادمة ولا ليه شي طبيعي شي طبيعي في الشكل ولا في المضمون أكثر ميزاجور في النص وفي الشكل في المضمون بيانسور في الدكار في حاجة بيانسور كوميديا سوداء ويه فيها برشة ضحك فيها برشة برشة زرارق ايه خطر انا الضحك امتاعي مهيش يراكيكة باليدة ثقيلة انا من ضحكش قالوا الضحك من غير سبب قلت دب انيش ماركة واحد يستنى في سحبته في الشوكة يخي دقيته شكريك الفيرك انو كنتم تع البودور ونتم تع توضي ليه ولا بجد قالوا عطينا نقطة قالوا ثم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة توضيه مش ستين وحداتي يكف ليه ما اضحكش على اشياء تافها انا وراه الضحك امتاعي فما حكاية فما رواية فما نقد فما استفاقه فما بكيه فما ضحكه وراه ساعات وراه ضحكه فما بكيه اساساء اليومورنوار هل في هذه البسرحية ايه ما يفهم على انه اساءة الى جمهور المونستير والحبيبه رجبه تحديدا الزعيم الراحل ما وقعه في المونستير مع احترامي الشديد للمساترية الكل اللي نحبه وعندي اصدقائي ينسي ورجال اساذ ومستواء ودباء وفنانين ما وقعه معناه هو بصراحة تسرع كبير ياسر في الحكم على المسرحية يا اخي مسرحية بالله يعليكم توفى بالزعيم برجيبه في خطاب عزيز وغال يقف على حسين ويعمل خطبة كبيرة برشة وخطبة فيها من الوعي ومن الرسائل الرسائل الكبيرة ياسرة واذا بيه ناس حكمه واحدهم خطر انا مرة حكيت في التال وحكيت على زعيم برجيبه زعيم برجيبه تحب ولا تكره هو معناه من اعلام التالي الاعلام اللي تعرف هو ساميهم في جيناس قال الرجل ولكن معناه سبا معناه ليس في الامكان يأبدع من مكان الناس كل نقدوهم الناس نقدوا غاندي نقدوا العباد الكل معناه تاتولمون فرانسوان متيران زوبعة في فنجان ما عنده حتى معنى والله العظيم حرمه جمهور المستير من العرض خطر بكله يخدم زعيم برجيبه وبكله يخدم المونسدي هاي تحب يقول لك هكا ما نعري شعريه شو عب رسميا العروض وقتش تنطلق تنطلق بداية نوفمبر خطر توعى عنا تحذيرات وبرمجة في القاعات خطر ثم مشكلة بتاع برمجة في القاعات اذا مسرحية حسين في بيكينة قريبا جدا تلقاوها في تقريبا اهم المسارح التونسية مع جولة كبيرة داخل تونس والحاجة اليقل هنا مقداد وكان خلط على نتاو انه مقداد ترجم المسرحية للغة الفرنسية واستكون موجودة في المسارح الفرنكوفونية والأوروبية بالاساس حسين في بيكين ناخذكم في تقرير صغير حول روح المسرحية جو المسرحية حسين في بيكين مقداد السيدي اي نسمع فيك كيفاش يقولوا سارق بالشنوى سارق بالشنوى ترن 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 واحد ترن معنها سارق نعم كي يقولوا زوزة يقولوا ترن ترن زيز كيفاش اه كي يقولوا برشا كي يقولوا برشا سهلس عد انتركي حق تلعتها يقولوا ترن تن ترن تن ترن تن ترن تن ترن ترن تن ترن تن ترن تن ترن قلت نعمل مطعم الكلامة موصي يا كبابا في قلب البطحة وشي يشحي كنت برسمك يا سيسويكي زيدي من لوتا انتي مكتبت لي مطعم الكلامة ديكتب اللي من لوتا سبيشيالي دينة محاشة مراجب ارسلة تن ترن 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 ترن؟ اه اه اشع�트 عام حاشة مراجب لينة مراجبا لا 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 نعم شكرا لينة هي المراعاة المسرحية مقدئتي ما تحب تقول للتوينسا من خلال المسرحية هذه وإحنا توا موجودين آخر أشهر من عام كان صعيب علينا عام 2022 حب نقول للتوينسا اللي أبرتو معتها عمل فني مسرحية كما حسين في بيكين حسين هو مواطن تونسي هو أنا أنت هي هو تونسا ذي هراي هراي متاعنا هراينا ما نش متسلفينها ورانا ما نش كارينها ورانا ما نش نوين نرهنوها هذه بلادنا بتاعنا نقعدوا فيها ونموتوا فيها وندافعوا عليها اخدموا على رويحكم نظفوا بلادكم ما تغشوش أصدقوا في الخدمة بتاعكم العالم طاير ياولادي راني سفرت وشفت نسكفاش عايشة حاجة من نور العجب ما تعملوش دا كوردو الحكومة تخدم الدولة الرئيس تحبوتوما لا هذا كله ما يكفيش ما يكفيش خدمة المواطن هي المهمة اخدموا بلادكم احبوا بلادكم مقداد نحب نكمل ب قالوا الجدود الأولين واحدة من أجمل الأغاني اللي قدمها مقداد السهيلي ونربطوها برشا بالكلم اللي كنت تقول عليه نعم وروح المسرحية نعم برافو مقداد محيان يا غنائي مرسي شكرا شكرا هو أنا ديما كي استدعيون يقول لي غنينها غروذات غنينها قال جدود الأولي ياولادي فما أغاني جدد عانا لغاني فيهم بشتعدي أغانيك ناقص تلفزي مثلا مش دي فاريتي كذب برعا دقعد ميل ديما نسمعوهم ولا في بقعدك الباباراتزي عدي غنائي دي حالية برسمك الحالية دي أما سمباتيك شوية لا سمباتيك سمباتيك أما عنده شوية كذب بسيلش نمنوع بوغداد نشكرك برشا براك الله وفي أمتعتنا شرفتنا نتمنى لك نجاح والتوفيق نتعلم عروض موافقة جدا 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 للمسرحية حسين في بيكين النسخة الجديدة كيف كيف موسم تلفزي إن شاء الله يا رب يكون موافق في الرافماق مع المجموعة شكرا لك خليك كلمة الختام كلمة الختام براك الله وفيك هذه أنا شو بشي قولك معتا أنت عوتني ديما على مثل هذه الدعوات الراقية والأنيقة ونشكرك برشا بجد بجد ونحب نشكر بصفة خاصة الفرقة الموسيقية اللي فيها لسيدة بقيادة الأستاذ خالد بن عيسى تسفيقة كبيرة وبرك الله وفيكم على الدعوة هذه وإن شاء الله تتكرر للمناسبات وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله مع أول نجاحات المسرحية وإن شاء الله تعطينا يا كيب من الحوار تصور معنا البرة حسين في بيكين إن شاء الله في الجولة كل الشرف ونتبعوك حتى ولو كنت في بيكين نعم شكرا للمقدد براك الله وفيك اشتركوا في القناة